النقطة التانية فاكرين حلقة يوم 22-8 هنا في الترند طلعت اتكلمت على نقطة مهمة جدا وملف مهم جدا متعلق به القيمة الدولية للحكام المصريين وقلت وقتها المحاولات اللي بتجرى لاستبعاد محمود عشور واستبعاد محمد عادل من القيمة الدولية نتيجها هتبقى سلبية وعكسية على التحكيم المصر لان الاثنين مرشحين بنسبة 100% لإدارة مبريات كأس الأمم في القدفور يناير 20-24 واستبعادوا من القيمة الدولية ده هيقلل فرص مصر هيقلل فرص مصر في عدد الحكام اللي هيكونوا موجودين في كأس الأمم وقلت انك لو استبعتهم هيحصل زي اللي حصل السنة اللي فاتت وغالبا هيدي لك ايميل من الاتحاد الافريقي يقول لك لا ارجع عشور وعادل عشان فيه استعانة او فيه اختيار ليهم في كأس الأمم الفترة اللي جاي وعندي معلومة تانية ان كمان محمود عشور مرشح للألعاب الأولمبية في باريس صيف 20-24 من بدرهو محمود عشور مرشح للألعاب الأولمبية في باريس صيف 20-24 وبالتالي قلت كمان ان عندك حكام دوليين في قيمة النغبة وعندك حكم دولي في قيمة البروفيشنل بتكلم على أمين عمر وبتكلم على محمد معروف وقلت وقتها الاتنين معاهم شارط التحكيم او شارط دولية كحكام ساحة ولكن الاتنين مش معاهم شارط دولية كحكام فار وقلت القيمة الدولية الموسم الجديد اللي بيتم التحضير لها دلوقتي حرصا على مصلحة التحكيم المصري وانا لما قلت حرصا على مصلحة التحكيم بقولها كمان في موضوع عشور وعادل رغم ان وجهات نظري من سنة في أداء عشور او أداء محمد عادل ممكن نتطفق نختلف عليها لكن مما ان الامر متعلق بمصلحة التحكيم في مصر فلازم الناس تتكمل في القيمة الدولية عشان يبقى عندنا عدد جيد من الحكام الدوليين الفترة اللي جاية نفس الامر على أمين عمر ومحمد معروف قلت المفروض القيمة الدولية اللي بيتم تجهيزها دلوقتي عشان إرسالها للفيفا عندك اتنين حكام مرشحين لكاس العالم عشين ستة وعشرين وعندك حكم منهم موجود في قيمة البروفيشنال عندك أمين عمر في قيمة المختلفين وعندك محمد معروف من قيمة حكام النغبة مع أمين ومرشح لكاس العالم الاتنين دول تحديدا معهم قيمة معهم شارة الملعب لكن ما عندهمش شارة الفار طلبت ان الاتنين يكون عندهم شارة الفار ليه؟ لان الموسم الجديد القيمة الدولية الجديدة لو الاتنين دول ما عندهمش شارة الفار الدولية فرص فرص اختيارهم للمباريات الدولية والقرية الفترة اللي جايه هتبقى ضعيفة جدا 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 وبالتالي التحكيم المصري لن يكون ممثل بشكل قوي سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي وهديكم مثال عارفين ليه محمود أبو الرجال كان الحكم المصري الوحيد في كاس العالم في قطر لانه الحكم المصري الوحيد اللي في القيمة الدولية معه شارة الملعب ومعه شارة الفار فلو ما راحش حكم من ضمن حكام الملعب على الأقل هيتم اللي استعانى به في غرفة تقنية الفيديو فأنت بتدي مساحا نفسك ان الحكام بتوعك يكونوا موجودين بشكل مناسب في الاحداث الكبير ايه دليل على كده؟ يعني انا لما قلت الكلام ده في حلقة 22-8 ما كانش لسه عندي ما يزبط صحة كلامي لأنه النهاردة عندي ما يزبط صحة كلامي ايه هو؟ الحكمة التي تم اختيارها لتقنية الفيديو في مباراة السوبر الافريقي بين الاهل والاتحاد العاصمة الحكمة ماريا ريفين هذه الحكمة لو دخلتوا على القيمة الدولية اللي تم اعتمادها من الفيفا في عام 2023 هتلاقوها مسجلة في قيمة الحكام الدوليين معاها شارة الملعب الدولية وشارة الفار الدولية رغم ان موريشيوس ما عندهاش تقنية الفيديو في الدوري تاني هذه الحكمة ليه تم اختيارها؟ فكرة ان هي حكمة سيدة ووجوه جديدة دي استراتيجية لجنة الحكام في الكاف ولكن ما يعزز من اختيارها ان هي معاها شارة دولية في الملعب وفي الفار نفس الامر على المغربي عادل زراق معاها شارة دولية في الملعب وفي الفار ليه بقى؟ عشان كده قلت ان الحكام المصريين لما تيجي تعمل قيمة دولية ما تختارش الاسماء بحيث انك تعمل توزيع جغرافي بالمعنى اللي انا عايز اشرحه ازاي عندك سبعة في القيمة الدولية ما قررهمش في الفار عشان ادي فرصة لسبعة تانين في الفار وعندك سبعة مساعدين ما قررش حد منهم في الفار تب ليه؟ قالك عشان اوسع القاعدة اوكي هتوسع القاعدة ولكن في الاختيارات مش هيكونوا في اولوية الاختيار من الفيفا والكاف لان دلوقتي اولوية الاختيار اللي معاه شارة الملعب وشارة الفار بيبقى ليه الاولوية في اختياره للمباراة القبرى والاحداث القاروية القبرى سواء في الكاف او الفيفا واكبر دليل اهو ماتش السوبر الافريقي ماتش السوبر الافريقي هل موريشيوس فيها تقنية فيديو؟ لا ما كان ممكن يجيب هاي سنكرات من تونس كان ممكن يجيب ردوان جيد من المغرب ولكن الفكرة فيها ايه؟ الفكرة ان هو عايز يجيب اللي معاه شارة الملعب وشارة الفار عشان كده محمود أبو الرجال في كاس العالم كان موجود في الفار وفي الملعب يبقى بالتالي عندك اتنين حكام مرشحين لكاس العالم وواحد منهم في قايمة البروفيشنال ما تقفلش الشجل عليهم وتديق المسائل عليهم ولازم تدعم رجالتك وحكامك فلازم تديهم شارة الملعب وشارة الفار وعندك عشور وعادل عندهم بطلات كبرى خلال الفترة اللي جاية تعال على نفسك السنادي تعال على نفسك السنادي لما تلاقي الكاف والفيفا بيستبعدهم ومش بيعتمد عليهم يبقى انت عندك المبر لك أنا تطلع تقول أصلا خلاص عدوا سن الـ 45 سنة لا خلاص الموضوع السن ده ما بقاش موجود في اللايحة فنصحتي ورسالتي الأخيرة قبل القايمة الدولية ما يتم يرسالها للفيفا وقبل بتحصل الأزمة والمشكلة وجهت النصيحة وقلت إيه المفروض يحصل الفترة اللي جاية وحكام مطش السوبر الإفريقي خيروا دليل أنا قلت المعلومة من أسبوعين ثلاثة ولكن كنت مستني أشوف دليل مادة عشان أشرح لحضراتكم إيه السياسة الجديدة اللي بتتم الفترة الجاية في موضوع القوائم الدولية على مستوى الاتحادات كلها ولكن إحنا في مصر هنا للأسف المعلومة ما بتوصلش للسادة المسؤولين عن المنظومة القروية وعلى المستوى الخاص يعني أقصد هنا لجنة الحكام بمنا نتكلم فيه ملف العلاقة بالتحكيم أديني بلغت وأديني وجهت النصيحة والرسالة لما نشوفها يحصل إيه الفترة اللي جاية عشان هنرجع ونعيد الكلام ده تاني لو لا قدر الله حصل عكس ده طيب بصوا ممكن زملائي في الإعداد ده معايا أول بول بصوا هاي ده قيمة موريشيوس على فكرة ده قيمة موريشيوس في الفيفا القيمة الدولية بصوا على الريفري الحكام هتلاقي ماريا ماريا ريفيت من موريشيوس موجودة في قيمة حكام المساعدين قيمة الحكام اللي السح موجودة في قيمة حكام السح تمام طيب الحاجة التانية كمان انزل تحت لقيمة الفار انزل تحت لقيمة الفار هتلاقيها كمان ماريا ريفيت موجودة في الفيديو ماتش اوفيشيال فيديو ماتش اوفيشيال اوفيشيال فبالتالي هي موجودة في قيمة المحترفين او القيمة الرسمية في الفار ودخل قيمة دولية امتى عشرين تلاتة وعشرين دخل قيمة دولية امتى في حكام الساحة الفين وطلات عشر يبقى هنا لما اتكلم على فكرة على الهواء قدامكم من موقع الفيفا يعني احنا مش جايبين حاجة خاصة بينا ده من موقع الفيفا خش على موقع الفيفا هتلاقي ماريا ريفيت موجودة في قيمة حكام الساحة كحاكمة دولية معاها شارة الملعب ومعاها شارة الفار كحاكمة دولية في قيمة موريشوس وموريشوس معندهاش أساساً تقنية الفار في الدوري يبقى محمد معروف أمين وعمر محتاجين الشارة الدولية في الفار وفي الملعب ونفس الأمر السماح لي عشور وكمان محمد عادل في استمرار قيمة دولية للفترة جاء عشان كسل أمم ودورة للعاب الأولمبية في باريس عشرين أربعة وعشرين ده ملف اتكلمت فيه باستفادة وشرحت قدر الإمكان عشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل في اختيارات الحكام على المستوى القرري أو حتى على المستوى الدولي طيب اشتركوا في القناة